وبنسبة التفاؤل بقى والتشاوم أحيانا التفاؤل والتشاوم بيبقى موجودة عند لعبة الكرة بعض المدربين الجماهير إيه رأيها في تعيين بكاري جسامة لمنتخب مصر أنا حاوم أمشي يلا قلناه يا جماعة يعني بكاري جسامة ده كابتن يعني الواحد مش عارف يقول إيه يعني بص يا كابتن يعني هو عمد متعي بالحقيقة في أعتقد في كاس السوبر في كان في الإمارات بالمناسبة على ما أتذكر صححول يا شباب لو كان في حاجة غلط من اللي بقولها عمد متعب الحقيقة كان مستق جدا من بكاري جسامة وحركة كانت شهيرة جدا ساعتها لو تفتكر الحركة اللي عملها عمد متعب ولكن بكاري جسامة أتمنى أتمنى أنه يكون حكم عادل في يوم إذا كان الأهل والوداد الأهل والوداد مضبوط لكن أنا بتكلم أيضا عن أن الحكم ده أتمنى أنه هو في هذا اليوم يكون عادي لك لأنه هذه المباراة لو الكاميرون يكسب فنيا جوا الملعب يكسب خلاص ما فيش مشكلة وإحنا متعودين على هذا الأمر إن إحنا طالما أنت فنيا أفضل يكسب ما فيش مشكلة لكن أنا مش عايز الكاميرون يكسب بسبب المساعدات الخارجية بس هل اللعيبة ممكن تتأثر بحاجة زي كده قبل المباراة؟ عندنا لعيبة محترفة وجهة نظري يعني ما عرفش عندنا لعيبة محترفة وتقدر أن هي تسيطر على أعصابها جوه الملعب إن شاء الله ولكن يجب أن يكون هناك ضغط شديد جدا خلال هذه الفترة من كل الإعلام المصري على بكاري جسامة لأنه كل حاجة بتوصل يا كابتن آيمان كل حاجة بتوصل أعتقد أنه بيقرأ كل حاجة وبيشوف كل حاجة وكل حاجة بتوصل للاتحاد الأفريقي اللي بيعملوا سامو القد الحقيقة بيعمل ضغط جمد جدا بيعمل ضغط غير طبيعي الحقيقة قد يكون ضد حتى لعيبة الكاميرون وده اللي احنا عايزينه وده اللي أنا أتمنى إن شاء الله منتخبنا الوطني يستطيع إن هو ياخد الطاقة الإيجابية من كلام سامو القد ومن الكلام من تعيين بكاري جسامة ويقدر إن شاء الله يوم الخميس الساعة 9 يكون متواجد في الملعب ويقدر يكسب هذه المباراة أنا أعتقد إن رجالة مصر لو لعبوا بنفس الروح العالية سيبك من الفنيات إنما لو لعبوا بنفس الرجولة والروح العالية اللي لعبوا بيها آخر ماتشين كود في وارو المغرب إن شاء الله إن شاء الله نتأهل النهاية وناخد البطولة بإذن الله يا رب إن شاء الله وإن شاء الله منتخبنا الوطني يستطيع أن يفوز بهذه البطولة كلنا في ظهر منتخبنا كلنا عايزين منتخبنا نكسب كلنا في ظهر منتخبنا حتى اللحظات الأخيرة وحتى لو حصل إيه دايماً حنبضل في ظهر منتخبنا ترجمة نانسي قنقر